الاستعداد والتنظيم للمذاكرة قدرات الطالب وفي مقدمتها القدرة العقلية العامة تسهم بنسبة لا تقل عن 50% للنجاح في المدرسة أو الكلية أما البيئة التي نحاول التعلم والدراسة فيها فتسهم بنسبة 8% وصحة الطالب الجسمية تسهم بنسبة لا تقل عن 7% أما مهارات الاستذكار فتسهم بنسبة لا تقل عن 35% ومن ثم فتعلم كيفية المذاكرة له دور جوهري في النجاح الدراسي وهذا يجعلنا مقتنعين تماما بقاعدة ذاكر دروسك بذكاء وليس بجهد ويجب التنحي عن فكرة أن المذاكرة لساعات أكثر ومدة أطول هو مفتاح النجاح الدراسي أي الاستذكار بجهد كبير الاستعداد للاستذكار مكونات هذا الاستعداد ثلاثة هي الرغبة والدافع إلى الإنجاز ومكافأة النفس إن النجاح والإتقان وتقدير الذات والثقة بالنفس خطوط متوازية ومتفاعلة ولذلك نقول للطالب احرص على مكافأة نفسك عندما تحقق إنجازا توفير الأدوات الدراسية حينما يرغب الطالب في الاستذكار فإنه من الواجب أن يكون قد وفر الأدوات اللازمة للاستذكار من أقلام رصاص وأقلام جافة وألوان وممحات ودباسة وأوراق وملفات وغيرها البحث عن مكان مناسب للاستذكار الجلوس في مكان مناسب للاستذكار يساعد على أداء الطالب لواجباته بشكل أفضل اتخاذ التنظيم للحفاظ على العمل الدراسي يجب على الطالب أن يحافظ على الأوراق كمذكراته وملخصاته وحلوله على الأسئلة في وضع منتظم ويكون حفظ الأوراق عبر نظامين هما نظام حافظة الأوراق ذات الحلقات ونظام الملفات الملونة